اشتركوا في القناة وعنوان إلى حلقة جديدة من حلقات نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعنوان اليوم إجلاء يهود بني النظير وعرفت في كتب السيرة بغزوة بني النظير يهود بني النظير مثلا ثم شهود اليهود أكذ الإسلام غزفت ثم شهود غزفت نطاس وسيد يا ربي يقول ثم شهود اليهود بني إسرائيل يقول مع موسى عليه الصلاة والسلام في ثلاث وسبعين موضعا يعني في القرآن الكريم وينيف غان أذي فهم ثم شهود اليهود إذا قد صغار ثلاثة وسبعين مكان في القرآن الكريم بش أذي سعوا الصورة كاملة أمشي دفكار باسم محمد الشريح دقيقة لصفات اليهود في مواقفهم مع النبيين مع المرسلين ومع موسى وهو من أولي العزي من الرسل عليه الصلاة والسلام يسعد الحفظا من قرآن إنسا لذلك مما عرف اليهود عرفوا بنقض العهود فكذ يوثم الصفاء ساعة تنقرأت أذفك العهد وذخذ عن ذخذ عن سوطس وذخذ عن الأنبياء وذخذ عن الرسل ومشي ديوث ومشي السنة لذلك أما كنت نكون دنيع إن شاء الله وسائلت البيان في غزوتي حنين النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذي من أحد المسلمين وعلى بلكم ذا نتفاهم مليحة على مسألة في غاية الأهمية السيرة النبوية كان فيها واحد المجال يسميس التربية بالأحداث الأحداث هذا حدث تربية وقرن هذا القبيل ثم كل محنة فرنو ذي العقل حكوال ذي المحنة ني اكتاوين الفنادن بشد الدقص هذا يخذ مراجعة هذا يرجع منيس هذا مماليس وحسب مماليس وتفض ذي السيرة إذا لا أعطاس إلى وندن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويرشد بالسنة القولية بالسنة العملية القرآن يتنزل مصححا للأخطاء مرشدا للمسيرة مبينا لمواطن الخلل يسفق الغلاظ هذا إلى وندن الحدث فرنس يسوفنا درس تربية بالأحداث من خلال غزوة بني النظر كان في خلدي لكي ندره على غزوة تابوك ولكن غزوة طويلة الله يبارك ولكن ضيغن بالوقفة مع اليهود أنظر كيف نصر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هو جيش المسلمين بالرعب هذه مسألة مهمة جدا بالرعب ونربطها بواقع الأمة المعاصر وهذا من مقصد دراسة السيرة نربط السيرة بالواقع المعاصر للأمة الأمة السلام يلا النبي الصلاة والسلام في الغزوة حولين سواء التفاصيل بعدين إن شاء الله يتهمه في عدلته إنه يسعى لإخذ مرة العدل إنه يبقى إذا كانت ملاحظوا يتناولون تقول يتناولون تدخل أنهم لن يكون أماكن آف معنهم من وأنه هذا أكثر من المثل يكون لديهم إذا أرغبوا ما هو ذلك وإنما شفى صلى الله عليه وسلم أنه يتقو الله وأعدوا بين أولادك أكثر من أن يأخذ هذا يجب أن يكون له أما الجانب المعنوي أما الجانب المادي أما هذه المعاملة و هذه القدار أما هذه المعاملة لا تستفكض وإنه يستكسد وإنه يريد أن يكون هذا الشرع وإنه يوزع الغنائم لأن هناك سياسة مالية للغنائم وقد حصل تطور كبير بعد غزوة بني النظير في السياسة المالية الإسلامية كما سنوضح بعد حين المهم هؤلاء الناس في صلى الله عليه وسلم أولي خذي ماري العدل الزايد لها ولكن مهضران تربية بالأحداث ما سيناه؟ من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله هذا هو ورائخ من الله المتخذين على ربي رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر أريد أن أردنا الوقت في صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سيدنا موسى يعدل فلس البطل ولكن يصبر خطره في الدنيا نحواجه أنه يرمز نحواجه أم أنه يرمز قد أوذي بأكثر من الوقت يصبر إلى أن يصبر أوذي بأكثر من الوقت يصبر إلى أن يصبر وهذا من يقول أنه يرمز لم يعدل لأنه يحترر لأنه يقوم دائماً متواضع من توضع الله يرفعه في دول الحديث من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله هذا السؤال لا ينتظر جواباً ولا يأخذ من الله ذلك لأنه يأخذ من الله بعد أن يطبق النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الحدث عندنا رب سبحانه فصبر كما صبر أولو العزم من الرسول الصفر أمكن صفراً أولو العزم ظلمت إلى سيدنا نوح شيخ الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام أكثر مباشرة ونفع لا تفهم قصة موسى مع بني إسرائيل إلا من خلال الدراسة العميقة لآيات القرآن في ثلاثة وسبعين موضعاً ذي القرآن إنيس من يعدل إذا لم يعدل له رسوله رحم الله موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر والنبي صلى الله عليه وسلم صبر إجلاء يهود بني النظر أولاً تاريخ الغزوة تاريخ الإجلاء متى حصل؟ حصل في شهر ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة النبوية بعد غزوة أحد التي شرحناها فيما سبق والدروس المستوحات من غزوة أحد حالها لم يكن يعمل ما بين الغزوة أحد وهذا ما بين الغزوة نحفظ وهذا هو المقصد من دراسة السيرة حسب منهج المتفق ومنهج المتفق عليه الغزوة مبتلى الغزوة 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 وعندما ترى بني قينقا، أو بني النظير أو بني قراءة وعندما ترى ما هذا؟ ونحكي إلى ما نحكي ونحكي بعد المستقبل ثم الأسباب تصيق لنا نختصرها في سبابين اثنين اليهود من هذا ثم يبدأ أن يكون في غضر الإخداء إذن، ما هو سبب من الغزوية؟ نظر أن يكون في إجلاء اليهود من النظير إلا في المدينة المنوارة وصبعاً سحان حصون قرز نمانسن، قاعد نمانسن، حصون، مباني ضخمة تخطيط استراتيجية وإعداد الهد الدولة الفتية يتكر في المدينة المنوارة بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أطاق الساقين ثم زوالوث الغضر غضروا ونقضوا العهود يوكل عهود سع نكذن في صلى الله عليه وسلم وقد أشرنا إليها فيما سبق وطبعاً، ذلك إذن، لا يقول لكم دينكم وليه دين لا يكره في الدين ونرى أن نبي صلى الله عليه وسلم يقاتل شمالي سلم بالسيف قمتني اليهود قمتني اليهود ونرى أهل الكتاب قمتني لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن هم غضروا بألوان من الغضر الاتفاقات خدمناك من المنافقين وظهر المنافقين لا دي المدينة وربي سبحان الله كشفهم كتقروا بلك سورة البقرة أوائل سورة البقرة ألف لامين ذلك كتابه العريبة فيه ورحه اخر لا يكره لطواف يهضر المؤمنين يهضر الكفر ومنفقين يهضر المؤمنين كما يعود بقصة بعض الإطلاق حتى لا يمكن الكثير من الصباح وقصة بعض العقول يهضر المؤمنين كيف يهضر المؤمنين سريعا كيفية أهضر الكفار يهضر الوضع قاعده الكفار كافر يهضر قبل عيناني ويتم اغنقهم كوريم 13 آيات يهضر المؤمنين بلو النظير خضم الاتفاقات وكذلك المنافقين وكذلك المنافقين السوجاذن أم كاله الدن الدولة الإسلامية سداخل من خلال إثارة الفتن من خلال إيواء الأعداء من خلال تسريب المعلومات والجوسسة سفر المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش المسلمين إلى آخره من خلال إثارة الفتنية المسلمين هذا ما يريد أن يريدهم أخذ من العجب والوقت لا يسمح المهم العنوان الجامع هو نقضى العهود ثلاثة نظام محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مع جمعين من الصحابة أسمي يورح النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبا وكذكرا الصحابة خططوا لقتله واغتياله بلو الناظر وكذكرا اليهود قرر إلى قسس الدونيس إلى قديمة لازم يموت قلقهم هذا محمد الظرق ما سيقلق فيهم على فكرة إلى الآن جاء عداء الإسلام وأعداء محمد صلى الله عليه وسلم قدر الله أن الكافر سيحترق بنار الحقد إلى نهاية العمر وإنهاية الدنيا قدر الله أن الكافر يجب أن نقتلوه هذا محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من الصحابة الكرام وهم يذهب يعني يذهب إلى قبا إلى مسجد قبا ولكن من كشف المؤامرة والمكيدان سبحانه 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 تدخل سبحانه تربية الأحداث سبحانه يخدم الأسباب ويضرح بشيء لاحظوا كل ما شرحنا في السيرة في كل مرة يتخذ الأسباب يعمل الشغول بعد سبحانه يجب أن تدخل سبحانه عز وجل من خلال كشف المكينة أندى دوسا في سورة المائلة الآية حداش يا أيها الذين أمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يعني بالاغتيال والقتل فكف أيديهم عنكم معنى رب سبحانه وتصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صحابي وذلك مثل الآيدي معنى رمز القوة وما كسمت رفي أوائي الممتحنة إما دينا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا يبسطوا البسط معنى دلالة على محسوب الأذفكي والقويس كاملة من أجل إطفاء مرى الإسلام مفووم معنى لازم يحقق المراد من إسلام كلمة البسط معنى لنهاية هذه الخرمي لا تزمرت سبا شبا شبا لا تزمرت سبا شبا فلنفجتها من قرآن لكن فما ترى سيدنا أرى وانسيدنا أدم قابل وهابي لست ما يرى قابل يفقى سيدنا سيدنا هذا ما يرى قال لأقتلنك إن يساكن هذا ولكن هذه الأشياء التي تتحدث القرآن لا إن بسط إلي يدي بسطة أتزلطف سيح لأنها تتحدث لا إن بسط إلى يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين هذه هذه صورة الممتحنة إن يتقفكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم رمز القوة المادية وألسنتهم رمز القوة الإعلامية تشويه إلى آخره تشويه والتحذير منه وإثارة الفتن باللسان واللسان سلاح خطير هذه صورة المائدة لأي 11 يا أيها الذين أمنوا وذكروا نعمة الله عليكم ربي يذكر وي ربي الأمة مكثثة ربي يكوني صرا ربي يكوني صرا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله أكوى ثارب في كل مرة دايما لأورو بيرني دايما لانت مرافق مرافقة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولمسيرته واتقوا الله أكوى ثارب ولكن سبحان الله ذاكي ثرانا يثمثل يالله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شاور أصخبه رضي الله عنهم اتخذ القرار إلى قذفغن الإجلاء أقام عليهم الحجة وبرأ الذمة لفرص عديدة ثردين إلى قذفغن أذفغنسي المدينة أذفغن إلى الشام قصة الإجلاء هذه فيها حكاية فيها تفاصيل أكتفي ببعض النقاط فقط وما لا يدرك كله ولا يترك جل ولكن نبي صلى الله عليه وسلم بعد مد سلعين ربانية إلى آخره تخذ القرار بالتشاور مع الصحب الكرام بإجلاء يهود بن النظير من حصونهم ومن مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بلد الشام هذا في حالة الإنذاء إنه في سنة عشر أيام كيف يكون النظام إنه في سنة عشر أيام أتفغن 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 عشر أيام سوء ثمانون ثم ثمانون من الحرب من الحرب أي شيء نعم ما يسمى يونس الصحابة محمد بن مسلم أتفغن 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 رسالة للبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النظير بضرورة الجل في حدود عشرة أيام كآخر أجل بضن عشر أيام ونفغن أسقرنا وذوال كان وليخ الدمار بضن عشر أيام جهز جيش المسلمين حاصرهم وهم في حصونهم حصون وطبعا الحصون تقريمي مشيط الجديد الحصون قصة الحصون حكاية ابن خلدون أشار إليها في كتبه كثيرا وكذلك علماء يعني الهتم بقضايا الأمة أشاروا كثيرا إلى موضوع الحصون نحن نحن كيف نقول حتى لماذا عمر بن عبد العزيز لكن هذا يستمع هذا ولي تحديث المجموعة في القراطة 50 تلو أسخلتاً بصور لصور سيزادة لقد تكلمت للحماية عمر سيسعى لفلسفة النظام فرئيس خطراً سيد باع السيرين عمر بالخطاب عمر بن عبد العزيز اسمه الخليفة الخامس الخليفة 25 عمر العزيز فرئيس إنه قد جاءني خطابك هذه الرسائل قصيرة يعني أسماس لا يوجد أجرمان إنه حصن مدينتك بالعدل لا يوجد سوبرقا لا يوجد سمن لا يوجد حيوض حصن مدينتك بالعدل وعندما يوجد عمر رسولك إسراء يجب أن يكون زائم وعندما يوجد رئيسي تفضل جمعنا دوث الزائث يقيل يقيل ورهم ورهم يناولن يصبحون شغورا ينس عديلت فأمينت فنمت يا عمر عادي فأخذ مدين العدل استهند ورهم 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 يقيل خوف الرعب يلا إن يسع عمر عبد العزيز حصن مدينتك بالعدل بالعدل إن يسع فإن الظلم مؤذي بخراب العمران أو من الفطل ورهم 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 نبي صلى الله عليه وسلم ورهم 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 حصار على مدار 15 يوم في 15 يوم سبحان الله تدخل الله عز وجل فزرع في قلوب يهود بني النظير الرعب الخوف وبعدين نفرم ورزي ذم أو لا هذا يوجد إشارة عندما يتكلم عن الفتوحات للغزوات يحسن بالله وفي كل غزوات ساعة ساعة لا يوجد تكنيكي ساعة الحججي ساعة كل شيء أحضر رسول أجماعة الخير لا يوجد أن يصدم كذلك في القبائل يصدم خطئ ولكن السلام الآية لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي لا بد أن يتبين الرشد من الغي أما إعاقة مسيرة الدعوة أو كذا له حلول مناسبة التربية بالأحدث ألقى الله عز وجل الرب في قلوبه فخرجوا إلى الشهر الآن دعونا نذهب إلى الدروس المستفادة نتبع واحدا معكم طريقة مختصرة مركزة نذهب إلى الصورة وظالم القرآن كان يرافق المسيرة القرآن الكريم يتنزل يتنزل القرآن الكريم لذلك في علوم القرآن كان علم من العلوم ومهم المهمين يسعون من أسباب المزيد إلاق إلاق لا يحصل المتعي كيف ينزل الآيات لا يفهم الآيات لا يفهم الآيات لا يفهم لا يفهم لا يفهم لا يفهم ونفهم روال نظام أنه هناك ونظام أنه هناك لأنه ضروف هناك ضروف ما يفهم؟ القرآن الكريم يتنزل كي نعطيه أسباب النزول وهذا علم مهم جداً يساعدنا على فهم دلالات القرآن الكريم ومقاصد الوحي الطاهر ما نقوله عن أسباب النزول كي لا يسمى في الحديث أسباب الورود أسباب ورود الحديث لن نفهم أغي عيون أرود الأمور أخرى لا تشغل الأسباب ذاكي تلايص صورة كاملة صورة كاملة نزلت أغدفك الدرس في الغزوية من يقولها صورة صورة الحشر صورة الحشر نقف إن شاء الله مع بعض الآيات ليس كلها خطر أحتاج إلى وقت طويل لكي نشرحها ولكن مع بعض المحطات من خلال استنباط الدرس صورة كاملة اسم صورة الحشر نزلت مبينة الدروس المستفادة من هذا الحدث التربية بالحدث أو بالأحداث صورة الصورة عجيبة ما كان الصحابة؟ ابن عباس اسقسث يوسي الصحابة إنايس يا ابن عباس صورة الحشر لا يصنع وقي الصحابة سعيد بن جبير الحديث مروي في البخاري يعني سأخذ الكتاب البخاري صحيح البخاري أتفض إلى أين تمثلي في أسباب النزول أتفض سعيد بن جبير يرغي استقسام استقسام ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه إنايس صورة الحشر لا يصنع ماذا فهمت تقولني إنايس بني النظير فقط ينزل فقط ينزل في الأحدثين صفي إذا وجدت صورة الحشر معناه هي الصورة التي وتسمى في الحديث يسمي صورة بني النظير أتفض مكتوبة صورة بني النظير يعني هي صورة الحشر الدروس كثيرة الدرس الأول نحفظ الثناء على الله وتمجيد الله سبحانه عز وجل تمجيد تمجيد الله عز وجل لا يمكن التراجع من الغزوة لا الزوار في ربي إلى ربي إلهام 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 مهم جدا في جميع أمور الحياة الآية الأولى نستنبط منها هذا الدرس الذي هو الثناء على الله عز وجل تمجيد الله عز وجل تعظيم الله عز وجل الآية الأولى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وكذلك الدرس الأولى هذه الآية الأولى سؤال لماذا بدأت الصورة بتمجيد الله لماذا لماذا تقول فإنه الركن إن خانتك أركان تضرب وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان إبن عطاء الله صاحب الحكم عطائيا إقار إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك إنه صار بي من المغفج جياظ بشنظ معظو جياظ عطاء الله لا تتوقف وقال المؤمن هو الذي يشعر بالنعم ينسجم مع نعم الله المؤمن هو لا يستعر والله كان يقول لكي نسميه لي بشكل خاص مجد كان يسميه إذا كان يدفعه أربي الحمد لله وكان يسكن لكي نسميه يصوته لكي نظره لكي نعم لكي نسميه وتسنق سيوز النعمة تدفعه نظره ونحن نغي نظره وفي عملmost المريالي واسم المرتفع لكي الماء وقال صحيحها ، وقال مستخدم وقاله وقاله وعندما تتصد لا تتصد وعندما تتصد وعندما تتصد وعندما تتصد وعندما تتصد ولكن لذلك علماءنا يقولون إذا سلبت منك نعمة فلا تنظر إليها انظر إلى ما بقي من نعمة لكي تحمد ربك نيلة تصدق النعمة وعندما تتصدق وعندما تتصدق وعندما تتصدق فمعه لا يتصدق ليس فقط لا يتصدق لقد قال ما تتصدق جميعا رأيت ذنوب فأكثر طلب استغفار وعندما تتصدق ورأيت نعم الله علي كثيرا فأكثرت من الحمده ما الذي يقيمه؟ قال لك الحمد صداعي ويقول لك ما الذي يقيمه يقضي ما الذي يقيمه؟ ما الذي يقيمه؟ الحمد لله الذي ترك لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا هذا الحمد لله يبدأ نقول إذا كرم أكذي لك يذكره لم يقيمت سينة قال الله يبارك لكن قال نعم للخير لا تفضيوني ساعة كل شيء لا تفضيوني ساعة كل شيء لا تفضيوني لا تفضيوني ساعة كل شيء إذن تفضيوني سبّح لله ولكن ما في السماوات وما في الأرض معنايا المسلمين هل لا ترون إلا أنتم لكم تسبحوا ربي هل من أخركم؟ أنا أعمل إشارة فهمها الصحابة لن يكون هناك الزراء، لذيور، لفحور، إيثران، أقور، طيج كل شيء هناك يكون تسبحاً سبّحاً لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكي عزيز معنى إذا كان الله من صفته العزة فالله يعطي العزة لرسوله والمؤمنين فهمها الفهم؟ إشارة معنى الظلو تسلييرا يا رسول هل تغني؟ من ربي سبحانه؟ ما الذي يأتي بالخبار؟ إنها سعى سيمانيك أفريد أنني جان فيه أثناء هل تغني؟ هل تغني؟ هل تغني؟ بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير ظل بثربي ظل بثر الحوائج وكذا بالعزة فإن الأمور تجري بالمقادير لا تخضى عنا إذا ما كنت مقتدراً لا تخضى عنا لمخلوق على طمعين فإن ذلك نقص لك في الدين لا يقدر العبد أن يعطيك خردالة إلا بإذن الذي سواك من طين المسينا واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكافي والنون واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين عزة لا يا ربي العزيز إرنال حاكم حاكم رب يسعى الحكمة كل شيء حكمة ورسلني ذا من نور الله إزرع الرب يقولون سلام سلامت آية واحدة وقال درس الأول درس من السين نختارها أهم درس وكلها مهمة طبعا الرعب جند من جنود الله أثنى في الآية الثانية من الآية الرابعة صوت الخشر هكذا الفهم القرآن نفهم القرآن من خلال السيرة هو الذي أخرج الذين كفروا منها الكتاب من ديارهم لأول الحشر من هنا سمية سورة الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونه من الله خطر نثني حصفن باللس عن حصون ولاشوة وثنيا وظن إلى آخره فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وبعدين وقذف في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب حسن وقل المقصود رب سبحانه يرذب ولون السن الرعب الخوف وَكَانَ الرُّعْبُهُ جُنْدًا مِنْ جُنُودِ اللَّهِ هذا هو نفتح قوس هل لكم الأمة الثقيلة هل تستطيع أن تقول هذا هو؟ هذا ما تقول ما تقول ما تقول الدين الله تقول الدين الحمد لله هذا ما تقول تبقارك نواة الدين غيلا معي الزمري والثمين لا يستطيع الوحدة ولكن الأمة مختلفة وغم أن تسمعها سيد ربي ندي سورة المائدة اليوم يائسا الذين كفروا من دينكم سوفي يائسوا فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة ولكن اسمح فيه ربي في كالسنة الآية 136 من سورة session العمران قد خلت من قبلكم سنن literary السنن فسيروا في الأرض أنا إلى أي أيام سنن لا تعرف المحابة بمعنى أن الأمة سنغرامة و لا رب ذنبه الله عليه وسلم لا تنسلوا لا تنسلوا و لا تنسلوا و لا تنسلوا نوعاً و لا تنسلوا الرعب و يلاكسان الرعب الأمة كانت تقوم بأداء الدرس رب السبحانه كيف أن وقدها في قلوبهم الرعب المسلمون اتخذوا الأسباب على رأسهم مصطفى صلى الله عليه وسلم ثغذب ثاقي إلى أخيره و لولا ان كتب الله عليهم الجلاء الجلاء كتب عليهم بقدرة قادر لعذبهم في الدنيا معنى لكوا ننفغنا على السراء بربثني عاقب سلق ذريس هذا وعد الله و لهم في الآخرة عذاب النار معت إلى آخرة ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله هذا هو التبرير جيستيفيكاسيون جيستيفيكاسيون للغزواجين الجلاء ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله صفيفة أرضوا عن ربي و القدر على ربي ومن يشاق قل الله فإن الله الشديد للعقاب من أخير أحفظ الدرس الثاني أثم ذي الآية الثنينة في الآية الثالثة الثالثة لا يناد ربي سبحانه وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ رَبَ تَصْل جُنُودَكَ سَعَمْ يا أخي، أنا لا أكيد تَصْل جُنُودَ مرة الفولكون، مرة الزلزلاء، مرة الفيضاء مرة رب يزملك لك يزملك لك يكون الكون يسعينه مذبر لذلك لذلك ربي سبحانه عز وجل يقدر أن يهود بين النظر أدفع من هذه الخصون بالرعب أن يصدق ربي سبحانه يدخل بلونسا في الثالثة بيان السياسة المالية للدولة الإسلامية أحكام الفي أثنف ذي الله سبسة سبعة ثمانية أختار منها مذينا ربي سبحانه عز وجل وَمَا أَفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلِهِ مِنْ خَيْلِ أَخِرِهِ وَبَعْدِينَ وَبَعْدِينَ هنا ستتطور بعد غزة تباني النظير خمس الدولة الإسلامية تنتوي خمس فهذا موضوع آخر سيأتي البيان المفصل في درس من دروس لأن نشرح الأمور المالية الإيكونومي كيف يقول حول ولكن الضرف الفي الجهد الغنائم إلا قبل خمسة والدولة الإسلامية البقات والمجاهدين الفقراء والمساكين المغابنين في غزوة بني النظير حصل تطور معتبر معلوم في السياسة المالية للدولة الإسلامية في الآية 6 من الآية 8 قلت أن أربي في ذردق إلا يكفى لله والرسول والذي القربة واليتامة والمساكين وابن السابت أربي يصبح لي في ذري سنة سأعني أن نسأكم سأعني أن نسأكم سأعني أن نسأكم سأعني أن نسأكم معنى الغنائم وتسير المجاهدين فقط لا السياسة المالية دخلت الآن في حل أزمات المجتمع لأن المال حل أزمات المجتمع حل هناك جبهة اجتماعية كان يتسبب بالتعبير المعاصر جبهة اجتماعية وعرض لذي مثلا ميزيرية مغذانة مصفرية مصفرية وفي أجل المعاصر أجل المعاصر أجل المعاصر أجل المعاصر في الدرس وثلثة وثلثة هذه الفقراء المهاجرين اخرجوا من ديارهم استثرب المهاجرين سنزمك جنة كل ونساء عن تدهجات ونساء عن ثزديثجات ونساء عن مرثجات ونساء عن مرثجات أولئك هم الصادقون ربي في كاسم الصدق في كاسم أولئك هم الصادقون هل يجوز الآن شخص في القرن الخامس عشر الذي جراء يجب أن يكون أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون كيف هو كيف هو نعم كيف هو سنظر المهاجرين سنظر سبحانه الفضل وعلماء التفسير إنك من خلال الفقراء أريد أن أخبركم 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 ونساء عن خير لا الفقراء كيف سنظر الفقر يسعى القيمة ذي الوحي ذي القرآن الكريم ذي السنة ذي السرن ذي السرن الفقراء سنة 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 الفضل في السرن الدرسة في السرن بيان فضل الأنصار ذي الآية التسعة ويسروا بشكل حشر الآية التسعة أشهد ربي سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ما هو والأنصار يحبون من هاجر إليهم الله أكبر الأنصار هذا شيء كبير كما قال النبي صلى الله عليه ما يحبهم إلا مؤمن الأنصار وإثني حملا سوى المؤمن أي ذكر هناك في هذه السورية هناك 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 طعن في الصحب الكرام حذري كلهم درجة الناس كلهم عدول هذا موقف أهل السنة والجماعة كلهم عدول بالاستثناء وهم يتكاملون يتكاملون و يتفضلون كلهم درجة و يتكاملون درجة درجة البكر صديق العمر بن خطاب فلان 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 أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء العثمان وأعلمهم بالحياة والخرام معاد وأعلمهم بالفرائض سعد زيد بن ثابت و إلى آخر المدينة و لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح و كنا بصوص من صحابة جميعا ولكن تدريب لنا بشغدي قال كلهم لشوبهم كنيسة هناك من الصحابة يخدميه الحدث يخدم الإسلام والإسلام يعترف بفضله و الأمر يؤدي يجب لك أن تحضر فجميع مدينة و أنت تحضر و لا تحضر كان يتكلم فهذا يجب أن تقوي أنت هل تتسجل أتوالع يتحضر و أنت تحضر يجب أن أظهر يحضر تحضر الأنرة يرفع لذلك كانت الحمد لله ولم يتعاون الجوامع معمر يؤخذ العمار منذ يوم السجار والاهم ينقرح على العمار ويبغى الله ينقر المجارب الافتراء يجب منinge الناس يجب ان يوضمون أشخاص على الناس يذهبوا إلى بعض المكان ويظبي في المنز ويظبي في الأن ويوجدونين هذا الشيخ منهم يقفل المنزل لكن من أخبره أن يتواجرون للأمي يظبيون العمار ويأتي في 20 مليون فأكثر مراتي فإن هذه الجامعة أحوال 20 مليون فأكثر قليلاً فأنتمت مع المرات فإن أحوال القوث الطلباء سأستنتي من خلال سيقر مراتي فإن بعد أحد الأن ما هو المهنة؟ أعتقد أنه أستنتج من المرات فإن أستنتج من خلال الصفوخ فإن أستنتج من الضركة ما هي البركة ومعالجمات وقرأة القرية وقرأة قرأة حسبه من كفاء وقال 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 بعد كفاء وقال يفعل الخير وقال لا، لا يفعل ذلك وسبباً من المقلاطة سوف يفعل ذلك وقال الخير وقال بالبركة وقال بالسبب أن يغرر البركة للجميع وقال بالبركة وقال كالكول على كل حال، لا يتوقع ان يتوقع أن أزعي للعراء لكما ينصبه في البركة وقال بالبركة وقال بالبركة وقال بالبركة وقال بالرائعة أنصار رب سبحانه الله في رب السمد صورة الحشر والآية التاسعة الآية الثامنة بين فضلهم ثم بين فضل الأنصر في الآية التاسعة من سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الله أكبر ثقي خطير بزف دقيقوا معي الأنصر كما قال نبسو الصم لا يحبهم إلى مؤمن أسمي دوسن سمك المهاجرين يمكننا أن تقتل المدين من هنا حتى القبيل لا يحضر المهاجرين عن الأنسLink فالفعل ما قلت في الآية البراء يخبرون إلى من خلال الآية الآية أو أدوى الخلف قبل أن يقلل وراء هذه المسؤولة لأن الحجر قبل شرع ما يقول القرآن رَحَّبوا بالمهاجرين عن حب هذا مستوى عالي يحبون أكيد القرآن يحبون من هاجر إليهم صمام أمان وثاقي شرف ناله الأنصار رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين أخطر أيضا أربي إفكاد الوصفة السم إفكاد الصيفة السم يحبون من هاجر إليهم حملا تن معناه المهاجرون مثلا آياء فرحان أسقارن كنور الزيثرة في اللون أنا آمين خطر ما يملك يقولون أنه رحضين في غير رواية أكينيرية حجرة السوض من حلفاظ بالله الزيض أستضرح ولكن ذلك هو ما يوم الثيام المهاجرون استقروا استقرار في المدينة المنورة أربي سبحانه من جهة بيّن فضل الأنصار من جهة أخرى طم أن المهاجرين على أنهم على الرحب والسعى لازلتم أهلا وطعتم سهلا لازلتم أهلا لازلتم أهلا خفيفة السوسط والزيثرة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويجدون فيها فيها حاجة أعجب يعني ذلك الإثار ويجدون أن تكسل إيمان تكسل سكيم وأن تفكر وأن تحمل المهاجرين ترجموا حبهم لإخوانهم المهاجرين ترجمة عملية فاعلة هي محل الاقتداء والاحتذاء عبر الزمان إذن هذا هو الدرس الخامس من الدروس المستفادة من هذه الغزوة من خلال صورة بني النظر أو صورة الحشر ثورة أنغال إلى الدرس السادس ثورة الآية العاشرة بيان فضل التابعين لهم بإحسان ثقثت في صورة الحشر الآية 19 ما يقولون رب صبحانه عز وجل والذين جاءوا من بعدهم من بعدهم بعد المهاجرين الأنصار لا دقيقة استمرار مسيرة الخير للأمة حمسارة ما معناه المهاجرين الأنصار بعد الثنية الدنيا ثنية الدنيا قد تكمل المسيرة مسيرة الخير في الأمة لا تنقطع في مسألة في غاية الأهمية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان قال يشوفوا الأدب يالذين جاءوا من بعدهم صافي كذ ذكروا مهاجرين الأنصار ذكرهم بهذا الخير ربنا اغفر لنا من بعدهم يقولون جديد يقولون أغفر لنا ويقعون سنة أغفر لنا ولماذا أنت مسئة لن يزمر لن يزمر أغفر لك أغفر لك أغفر لك أغفر لك أغفر لك وخدم دعينا ربي ولكني نفنا نفنا وهكذا يجب أن تدريب الأمة جميعاً لكي يجب أن تدريبنا دعاء دعاء درس وسط في بيان فضل التابعين لهم بإحسان ربنا اضفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله يبارك هذا هو الدرس السادس اتفقنا الدرس السادس يعلمنا حاجة مهمة جداً بل مسيرة الخير ستظل قائمة في الأمة وأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينقطع فيها الخير إذن في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه إناد أمتي أمة مرحومة صفي الأمل تكولت ولضي الحال للأمة ستحزنوا ولكن مثل غرض القرآن ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله ليحب الظالمين سورة العمران ذقي الحديث لأمة أمة مرحومة الحمد لله فيها الأمل والدرس السادسة نحفظ من خلق آية 19 من سورة الحشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأف الرحيم الدرس الأخير هذه بعض الدروس كان دروس كثيرة خطر الصورة كلها صورة بني النظير ولكن هذه المرة أخرج من الصورة نزلت آية و في صورة المائدة آيتان في صورة المائدة هذا ما يقول في الآية رقم 90 أو في الآية رقم 91 يكمل أين يسام في الآية 215 من صورة البقرة أو في الآية 49 في صورة 43 عفوا في صورة النساء لكي ترى إشرار المحنون في صورة البقرة 215 لكي تسمى السلاي في الخمر الآية 43 في صورة النساء في الخمر اللي يتسعين في صورة المائدة في الخمر اللي يتسعين صورة المائدة في الخمر ما يقول الخمر أنا عميه في الوقت الذي يقول الجالة متفقناك يهود بني النظير سيئة المدينة ثم زد الآية ومشيئ صورة الحشر لا لا خطرتك مسألة شريعية مسألة شريعية لجسلاسيون إلى الوا خطرت تثرب لثمسا تقين شرح فيما سبق من أنه تدرج في الشريع تدرج إطاب باريتاب للنادي الخمر قام دينا رب سبحانه ومن ثمرات النخيل والأعنابي تتخذون منه سكار والسخ الحسن باريتاب دينا رب سبحانه يسألنك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما تروزي مطاب درجة ثالثة ثسد صورة النساء الآية ثواربعين أندر دينا ربي يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون أم بعد ثلثة الآية في صورة المائدة الآية الآية التسعين كل آية واحدة التسعين أندر دينا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان في اجتنبه الآية التسعين بل أي واحدة السعين في نهايتها فهل أنتم منتهون دينا الصحاب ربنا إننا تهينا لحو تبقى كل هناك تشريع تشريع في الأمور ميضا ودريس ثالثة في صورة الحشر سوف ينزل آية وهي المرحلة الأخيرة القطعية التحريم القطعي للخمر يساد في الآيات تسعين واحدة تسعين من صورتين المائدة الله يبارك وقد درس السابع تعلمناه ثورة الخاتمة أنه كان الآية ثاني قارث أنت دينا ربي سبحانه الآية 24 سورة الحشر هو الله الخالق والبارئ والمصور الله هو الأسما الحسن من دينا يسبح لهما في السماوات والأرض يخي فذا سبح معنايا المسلمين اللي انتصرته وكذا وكذا ما شغنتم لتعظموا ربي سبحانه وتمجدوه جميع الكائنات ما تعلمون وما تجهلون يسبح الله عز وجل بها بدئت الصورة وبها ختمت أم بعد وهو العزيز الحكيم مرة أخرى تعود العزة والحكمة ولكن تصوروا معي ماذك فالصورة يا قصوة وديسم صورة الممتحنة صورة الممتحنة نزلت في مقدمة الفتح يعني مقدمة الفتح مكة أندت يا أيها الذين آمنوا لذلك أشرت إليها اليوم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق إلى أخي الآيات أكتفي بهذا البيان جاون ثلويث أرثميث والسلام عليكم ورحمة الله